الحقيقة السحر رياضية أنتوا شايفينها وممتابعينها وعارفين اللي فيها هذا الصخب الشديد جداً يحدث والأهل بيشتغل يحدث ومجلس إدارة الأهلي يفضل منهج العمل ولا شيء غير العمل مهما بلغت المسائل مهما حدثت أي تجاوزات الرد في الملعب ويمكن اللي سجل هذه الملاحظة في أداء الأهلي مجسداً في رئيسه الكابتن محمود الخطيب كان الدكتور عبد منام سعيد المفكر الكبير لما كتب من أسبوعين ثلاثة وأنا عرضنا لكو ده الرد في ملعب التنمية وقال أنه الخطيب بكل ما بيتسئل أو كل ما بيواجه بأي مشاكل لما بيتسئل ما بيردش وبيكون الرد في الملعب الرد في الملعب يحصل كل اللي انتم تابعينه وتصل الأمور إلى كل هذا المستوى تلاقي الخطيب في أين؟ في إسكندرية النهاردة عقد الكابتن محمود الخطيب جلسة مهمة مع محافظة الإسكندرية الدكتور عبد عزيز خونسوة علشان الكابتن الخطيب يعرض عليه أفكار النادي الأهلي للعمل المشترك الأهلي في مهمته وفي إطار حرص مجلس إدارته أنه هو يوصل برسالته لكل مكان يتوسع في كل ربوع الوطن يكون موجود في كل محافظة ده الطموح الكبير لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان كده لما اجتمع النهاردة الكابتن الخطيب مع السيد محافظة الإسكندرية الدكتور عبد عزيز خونسوة عرض الكابتن الخطيب أرأه وأفكاره بالنسبة للعمل المشترك مع محافظة الإسكندرية النادي الأهلي كل مكان بيتواجد فيه بيحدث هذا الإنماء وهذا الدور الكبير في التنمية شفتوا الأهلي في مدينة نصر إزاي كان له تأثير كبير جدا على هذه المنطقة الأهلي في الشيخ زايد نفس الحكاية الأهلي في التجمع نفس الشيء حتى الأهلي في منتجعه في مرسى مطروح ده الدور المجتمع الكبير اللي النادي الأهلي بيتطلع به مجلس عن مجلس جيل عن جيل وكل اللي حاصل ده وعجلة العمل في الأهلي لا تتوقف ما هو يتكلم يتشتغل يعني نتحول إلى مكلمة باستمرار والناس تتكلم وناس ترد يعني نشتغل فالرد لخدمة هذا النادي وخدمة هذا الوطن وتقديم الصورة الحقيقية للشباب كنموذج يحتذى به إنك تشتغل إنك تنتج إنك تطور إنك تغير إنك تضيف حاجة جديدة للوطن إنك تقدم قدوة ونموذج للشباب يحتذي بيه هو ده الدور المسؤول غير كده ما يبقاش النادي الأهلي وغير كده الحياة ما تبقاش رياضة هي ده الرياضة وده دورها في تقويم السلوك وتهزيم سلوكيات الشباب كل اللي حاصل شوفوا عجلة العمل في النادي الأهلي ماشي إزاي في كل المقرات عمليات تطوير مستمرة جدا تطوير منطقة ترفيهية كبيرة وجديدة في مدينة نصر الشيخ زايد عجلة العمل شغالة فيها التجمع الخامس الجزيرة هتلاقي في كل فرعة من فروع النادي بل إن أجندة للأهلي الطموح إنه يخرج يروح اسكندرية في أفكار إنه يروح المنصورة في أفكار إنه يروح أسيوت في خطة كبيرة جدا إن شاء الله مجلس الإدارة يقدر يافي بعض من هذه الالتزامات لإنها كتيرة الحقيقة شوفوا هذا الدور الكبير في كل المناطق فإن شاء الله يكون هذا اللقاء مع محافظة الإسكندرية اللي حضر جانب منه السيد أحمد جمال نائب المحافظ والدكتور إسماعيل العاد للمستشار الهندسي للمحافظة وحضر كمان المهندس سامح علي كامل للمستشار الهندسي للنادي الأهلي اللي شرح للمحافظ فكرة وخطة النادي الأهلي للتوسع في هذه المدينة الكبيرة أو هذه العاصمة الكبيرة الغالية على كل الأهلوية الإسكندرية الحية ما هو يعني هي دي فلسفة العمل وعايز أفكركم من ديوان لمجلس الإدارة مش فاضي للكلام واللي حصل مش جديد لكنه الرد عليه دايما وأبدا بشكل عملي وبشكل يليق بالنادي الأهلي يحفظ كينونة النادي الأهلي يحافظ بها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب على تقاليد النادي على تقاليد النادي مرة وأكتر من مرة كلما تحدث الكابتن محمود الخطيب بيفكر الناس إزاي تغلبوا مصلحة الأهلي فوق الجميع نفكركم برأيه الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع اللي بيحب الأهلي بجد يعني بيبدي مصلحت كياني الأهلي قبل رغباته السخصية وقبل نفسه أنا عن نفسي استحملت حاجة كتير لأن الأهلي فوق الجميع وبالطبع الأهلي فوق محمود الخطيب أنا عن نفسي استحملت كتير علشان أفرض واجلب وأثبت حقيقة أنه الأهلي فوق الجميع مهما وصل لي أو مهما تعرضت لأي مشاكل أو لأي تجاوزات من البعض لا الأهلي فوق الجميع يعني غلب صورة الأهلي حافظ على تقليد نديك حط الأهلي في المكانة اللائقه بيه ترجمة نانسي قنقر